بسم الله الرحمن الرحيم طابت أوقاتكم بكل خير يارب تكونوا فقطية بصحة وأحسن حال اتكلمنا قبل كده عن طرق فعالة وممتازة لتنظيف الجسم والتخلص من السموم وتحفيز الأعضاء والفلاتر الطبيعية الموجودة في الجسم علشان تقوم بوظيفتها في طرد السموم وفلترة تنظيف الدم في فيديو النهاردة هنشوف الأعراض والعلامات اللي بتخبرنا بأن جسمنا مليان بالسموم الأعراض والعلامات فضلا شاهدوا الفيديو للنهاية ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة أهلا وسهلا ونكمل كلامنا في عشر علامات أو أعراض بتخبرنا أن جسمنا مليان بالسموم لازم ناخد بالنا كويس من العلامات دي علشان نبدأ في خطوات التخلص السريع من السموم تراكم السموم في الجسم ممكن يعمل التهابات في الأنسجة والجلد والمعدة والجهاز التنفسي اللي ممكن يتصاب بالالتهابات والربو وأيضا السموم ممكن تؤدي لحدوث أو رام في الجسم أو تفرات بيولوجية أو عقم ونشوف مع بعض أبرز وأوضح العلامات والأعراض اللي بتخبرنا أن الجسم مليء بالسموم رقم واحد الهالات السوداء حوالين العيون الهالات السوداء وجود الهالات دليل على الإجهاد العام ونقص العناصر الغذائية والتهابات الجلد وربما وجود الجزر الحرة الضارة بالجلد لذلك لو ظهرت الهالات السوداء حوالين العيون فلا بد أن نحذر ونبحث عن السبب ونتخلص فورا من سموم الجسم رقم اثنين التعب المستمر والإجهاد العام الغير مبرر لو كنت بتشعر بتعب مستمر وإرهاق دائم فده ربما إشارة هامة لتراكم السموم بالجسم وبالذات في الجهاز الهضمي هذه السموم لو تراكمت في الجهاز الهضمي تؤدي لإعاقة الهضم والامتصاص وبالتالي عدم الاستفادة من العناصر الغذائية الضرورية لإنتاج الطاقة للجسم بالإضافة إلى أن تراكم السموم بالجسم مثل المبيدات الحشرية أو سموم عوادم السيارات يؤدي إلى أن الكبد والكلة بيشتغلوا ساعات إضافية وبمجهود أكبر للتخلص من النفايات والسموم المتراكمة وده يؤدي لتعب الجسم وخفض مستوى الطاقة وبالتالي الشعور الدائم بالإجهاد والإرهاق وبنقول الإجهاد والإرهاق الغير مبرر لأن الشخص لو جاء بيشتكي من الإجهاد والإرهاق المستمر بنعمل على طول تحليل صورة الدم ونشوف الهيموجلوبين وتحليل نسبة فيتامين دال وفيتامين بي 12 لو لقينا التحليل النسبة الطبيعية خلاص هنشك على طول في السبب الأخير وهو تراكم السموم بالجسم رقم 3 الإمساك الجهاز الهضمي وخصوصا القولون أو الأمعاء الغريزة هي المسؤولة عن معالجة أو التخلص من السموم ولكن تراكم السموم بشكل كبير أو حدوث أي خلال بالقولون ده بيؤدي إلى عدم التخلص التام والنهائي من المخلفات والسموم ده يؤدي لتراكم السموم على جدران الأمعاء الغليزة وبالتالي حدوث الانتفاخ والإمساك الشديد الذي يعتبر من أهم أعراض الإصابة بالسموم رقم 4 رائحة الفم الكريهة لو كانت رائحة الفم كريهة ومستمرة بالرغم من التنظيف المستمر للفم فلابد أن نشك في أن السبب ليس من الأسنان أو الأسباب الموضعية بالفم لكن المشاكل هي مشاكل بالجهاز الهضمي تراكم السموم بالجهاز الهضمي وعند تناول الكربوهيدرات فإنها أثناء الهضم تتحلل إلى السكريات التي يتم تخمرها بواسطة البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي والتخمر ونمو البكتيريا الضارة يؤدي لتراكم السموم في الجهاز الهضمي وعملية التخمر نفسها وتراكم البكتيريا والسموم هي السبب في رائحة الفم أو النفس الكريهة المنبعثة من الفم أو الجهاز الهضمي وعلشان ما ننساش أيضا ممكن الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم أيضا بسبب مشاكل في الكيلة أو الكبد من خلال مسؤوليتهم عن إزالة المواد الكيموية السمى من الدم رقم 5 مشاكل الجلد ومشاكل الجلد بسبب تراكم السموم بالجسم كتيرة جدا لأنه في حال تراكم السموم في الجسم وعدم قدرة الكبد والكيل على التخلص التام منها فإن الجلد يحاول التخلص من كمية السموم الزائدة عن طريق العرق والتعرق الغزير وكذلك عن طريق الطفح الجلدي وأيضا تراكم السموم والبكتيريا يؤدي لإنتاج غازات ذات روايح كريهة تخرج من مسام الجلد وهذا يجعل رائحة العرق عند بعض الناس سيئة والسبب هو تراكم السموم بالجسم وأيضا الجلد بيتأثر بالمنتجات الكيموية الخاصة بالبشرة والمكياج بتسد مسام الجلد وبتسبب الحبوب والالتهابات الجلدية والإجزيمة والحساسية والتجعيد والشيخوخة المبكرة للبشرة رقم 6 ألام العضلات والمفاصل والإجهاد العام تراكم السموم بالجسم بسبب التعرض المستمر لعوادم السيارات أو السموم وكيمويات المواد الغذائية والمنظفات وغيرها يؤدي إلى استشارة وتنشيط الجهاز المناعي باستمرار ومع الوقت بيحدث إجهاد وتعب للجهاز المناعي وهذا يؤثر على أجهزة الجسم ومنها العضلات والجهاز الهيكلي رقم 7 مشاكل في التركيز والطراب المزاجي العام التعرض للسموم الأغذية مثل المواد الحافظة والعطعمة المصنعة والمعدلة وراسيا بيؤثر على المخ والجهاز العصبي والمستقبلات العصبية مادة الأسبرتام الصناعية التي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية بتزود من ترسب السموم بالجسم وتؤدي لتقلب المزاج والاكتئاب وكذلك تراكم السموم الغذائية ومخلفات التلوث الهوائي والعوادم يؤدي إلى مشاكل في الجهاز العصبي مثل ضحف التركيز وضحف الزاكرة والشعور الدائم بالدوار وتشتت الانتباه والتفكير لأن تراكم السموم بيعمل استجابات عصبية عنيفة بتؤدي لاستنزاف الجسم وامتصاص الفيتامينات والمعادن في الجسم وده يؤدي لقصور في وظائف الجهاز العصبي مع الوقت رقم 8 العرق الغزير مع أقل مجهود تلاقي جسمك مليان عرق وأحيانا بدون مجهود وانت جالس ودي وسيلة بيتخلص بها الجسم من السموم الزائدة لأن السموم لما بتتراكم في الجسم بشكل كبير ولا يستطيع الجهاز الهضمي والكبد والكيلة التخلص من كل تلك السموم فهنا بينشط التعرق أو العرق الغزير لطرد السموم من الجسم وزي ما قلنا قبل كده بتكون رائحة العرق سيئة ومش طبيعية ده دليل على أن العرق ده مليان بالسموم المطروضة من الجسم رقم 9 زيارة الوزن تراكم السموم المختلفة وخصوصا الأغزية المصنعة واللحوم المعدلة جينيا والمواد الحافظة ومكسبات الطعم تراكم السموم من هذه المواد بيؤدي لعدم التحكم الطبيعي في الوزن والإصابة بالسمنة وكذلك تراكم السموم بالجسم يؤثر على هرمونات الجسم المختلفة مثل هرمون الأنسلين وهرمونات الغضة الدرقية وهرمون الكورتزول وكل دي هرمونات مسؤولة عن تنظيم الوزن بالتالي لو حصل اختلال في هذه الهرمونات ده يؤدي لزيادة الوزن وهو لخبطة في توزيع الدهون في الجسم ولخبطة في التمثيل الغذائي وكل ده بيؤدي في النهاية إلى السمنة ويؤدي الحاجة تاني ملحوظة وهي عدم جدوى ممارسة التمارين الرياضية في إنقاص الوزن في هذه الحالة لازم نفكر في تأثير السموم على هرمونات الجسم يبقى أنت عامل ضايت وبتلعب ألعاب رياضية شاقة وبتعمل مجهود بدني ومع ذلك الوزن سابت مش بينزل يبقى لازم نبص على السموم وعلى تراكم السموم وتأثيرها على هرمونات الجسم رقم عشرة من الأعراض والعلامات الدل على تسامم الجسم هي مشاكل في الشعر والأظافر الشعر التساقط المستمر للشعر أحد أهم أسبابه هو تراكم السموم الخطيرة مثل الرصاص الناتج عن عوادم السيارات والتسامم بالزرنيخ والتسامم بالساليم وده موجود في دخان السجير هذه السموم بتتفاعل بداخل الجسم وتؤدي لتساقط الشعر ومشاكل أخرى خطيرة أما الظوافر الأظافر فلو أصبح شكلها متغير وفيها إصابات متعددة بالفطريات وأصبحت هشة أو سهلة الكسر فده برضو دليل على تراكم السموم في الجسم وتأثيره على الظوافر دول عشر علامات مهمة جدا بتكشف لنا بشكل كبير عن تراكم السموم في الجسم وأنا بنصح لو أنت كنت بتشعر بالإرهاق والتعب والإجهاد المستمر الغير مبرر الغير مبرر يعني ما فيه السبب زي ما قلنا ما فيه الشغل كتير ولا إرهاق ونبطشيات شغل كتير أو ربة المنزل مثلا ما فيه الشغل كتير بالدرجة اللي تخلي جسمها مكسر ومرهق وطبعا ما فيهش أعراض برض هنا بيبقى الإجهاد والتعب ملو السبب هنا لازم نحط في دماغنا أن السموم ربما تكون قد ابتدت في التراكم ولابد من عملية تنقيت وتنظيف الجسم من السموم السموم بتتراكم إزاي في جسمك من التعرض للملوثات البيئية في الشارع عوادم السيارات الكتير ومن الأنظمة الغذائية السيئة وبالنسبة للناس اللي بتاكل اللحوم المصنعة زي اللانشون والبرجر وغيره واللحوم والأغذية المعالجة جينيا والأغذية المليانة بالمواد الكيموية الصناعية ومكسبات الطعم والرائحة والمواد الحافظة كل ده بالإضافة للتعرض للضغوط العصبية اليومية كل ده بيؤدي لتراكم السموم بشكل كبير في الجسم عملية تنقية الجسم من السموم أو بيسموها الديتوكس أو الديتوكسيكيشن ضرورية ولو مرة كل ست شهور وقبل عملية التنقية أو الديتوكس دي لازم فيه إجراءات وتقوص لازم تعملها قبلها بكام يوم كده لازم نعمل إيه نتوقف عن تناول اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء أو الأسماك وبرضو أثناء عملية التنقية وكذلك نتوقف عن تناول الألبان ومنتجات الألبان كل الأطعمة دي بطيئة في الهضم وتحتوي على مادة الديوكسين وده مادة سامة ومسرطنة بتأثر بشكل كبير على الجهاز المناعي وبتأثر على هرمونات الجسم وأيضا ممنوع تناول اللحوم المصنعة والسكريات أثناء عملية التنقية من السموم كل دي تقوص لازم تلتزم بها قبل وأثناء عملية تنقية الجسم من السموم أو الديتوكسيكيشن وأنا اتكلمت بالتفصيل عن طرق إزالة وتنقية الجسم من السموم في فيديو سابق هسيب اللينك بتاعه في صندوق الوصف وفي الفيديو القادم بإذن الله هتكلم معكم عن خطوات أكتر دقة وأكتر تحديدا عن الديتوكس أو إزالة السموم نهائيا من الجسم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله